على ما يبدو أن الجدل والتخاصم ما يزال بين الطرفين التيار الصدري والإطار التنسيقي ولكن أين يقف المستقلون في هذه المعادلة؟ نعم شكرا لك زينة والمشاهدين الكرام المستقلون في هذه الأزمة جزء من هذه الآلية هناك جمود تام يشمل الجميع سواء أن التيار الصدري متخندق في المنطقة الخضراء أمام بوابات البرلمان ويتحدث عن استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب الإطار التنسيق يتخندق قرب المنطقة الخضراء على الأسر المعلق ويتحدث عن جمع تواقع من أجل عقد الجلسة لكي يبدأ البرلمان عمله طالما هم كما يقولون بدأوا بجمع تواقع ربما تتجاوز الحد المقرر لعقد الجلسة النصف زائد واحد المستقلون بين بين هناك من ربما قد يكون قد وقع على أو بعض المستقلين قد يكونوا حسب المعلومات وقعوا على هذا الطلب الذي الآن يجري تقديمه إلى رئيس البرلمان وبعضهم الآخر لم يوقع على مثل هذا الطلب والتالي هم يريدون أن يبقوا في حدود الاستقلالية التامة لأنهم يرون أن الأزمة لا تحل بهذه الطريقة بين أن يكون هناك خصام ربما يصل إلى حد مواجهة معينة بالشارع وبين أن تكون جلسة برلمانية قد تعقد المشهد أكثر مما هو معقد الآن سيد حمزة حل البرلمان وإعادة الانتخابات المطالب التي يطلقها التيار الصدري هل تخدم مصالح المستقلين قد يحققون مقاعد أكثر على سبيل المثال إذا أعيدت الانتخابات وفق القانون الحالي ربما تكون لهم فرصة أخرى باعتبار هذا القانون يتيح المجال للترشيح الفردي والفوز بأعلى الأصوات وهو الأمر الذي أدى إلى حصول أكثر من أربعين شخص صفة برلماني وإذا عدي للقانون تقدموا بترشيح فردي ولكن إذا عدي للقانون على شكل دوائر واحدة وقائمة واحدة ربما يتغير المشهد تماما وقد لا يحظى المستقلون بمثل هذه الفرصة التي يحظوا فيها في هذا القانون هذا القانون الجديد يعيد إنتاج ربما نفس القوى التقليدية إلا إذا الأغلبية الصامتة التي تقريبا نسبتهم حوالي 70% أو 75% من العراقين اشتركوا في الانتخابات أو نسبة كبيرة منهم جدا اشتركت في الانتخابات سوف تتغير المعادلة لصالح معادلة جديدة قوامها قوة جديدة قد تظهر ليست فقط ربما مستقلين وإنما حتى من قوة وحركات مدنية وسياسية أخرى ربما تغير المعادلة إلى حد كبير المستقلون أو تحديدا من يمثلون ثورة تشرين لا يدعمون مئة بالمئة التيار الصدري في حراكه الحالي ما تفسير ذلك؟ التيار الصدري التيار مستقل بالنتيجة هو التيار عقائدي زعيمه يأمره فيطيع تمام اشتركوا في انتفاضة تشرين التيار الصدري كان له حضور والتشرينيون ولكن بعد الانتخابات رأينا الخارطة السياسية تغيرت إلى حد كبير ظهرت قوى تشرين في الانتخابات وفازوا بمقاعد والآن أصبح القوة السياسية قسم منهم ينأى بنفسه عن أن يكون جزء من هذا الطرف أو ذاك والقسم الآخر حائر لا يزال لأن المشهد الآن معقد لا يتيح المجال للمستقلين أن يكون لهم دور كمستقلين بذليل أنهم حاولوا كل الطرفين لطار التنسيقي والتيار الصدري قبل انسحاب التيار الصدري أن يستميل المستقلون لصالحهم ولكن لم يحصل ذلك لأن المستقلين كانت لهم شروط ربما بعضهم رفع سقف المطالب إلى حد الإسهام حتى باختيار رئيس وزراء أو ربما يكون رئيس وزراء منهم ولكن الآن في ظل هذا الوضع لا يستطيع المستقلون لأقول أن يكون لهم دور في هذا الموضوع الآن الصراع موجود حتى بين الطار التنسيقي والتيار والتيار صدري حتى الكرد والسنة وهم قوى كبيرة أيضا الآن وقفهم محايد طيب مفاتيح هذا الصراع أو المخرج من هذه الأزمة السياسية هل هي إقليمية؟ هل هي دولية؟ لا الآن يختلف الأمر الآن المرة الوحيدة التي نستطيع القول أنه لا يوجد تأثير قوي على العامل الإقليمي أو الدولي وهناك أسباب كثيرة لذلك في الدورات الماضية كنا جميعا نعرف أن هناك تأثيرات إقليمية إيران لها تأثيرها في المشهد العراقي أمريكا لها تأثيرها في المشهد العراقي ولكن يتم تشكيل الحكومات بالتوافق وبالتالي هناك يحصل توافق حتى بين المتخاصمين حيثا بين المتحدة الأمريكية وإيران رغم خصوماتهم الطويلة لكن يحصل توافق بينهم من أجل تمشية الأمور الآن القصة اختلفت التعقيد الآن يتعلق بالداخل تماما فالمسألة لم تعد مسألة أنه ممكن تدخل واشنطن أو طهران أو حتى الخليج من أجل أن يعني يفرضوا معادلة جديدة أو مثلا يكونوا لصالح هذا ضد ذاك الطرف الآن الأطراف عراقية الصراع عراقي بحث صحيح وصراع سلبي وصراع ربما تكون له عواقب وخيمة ولكن الميزة الوحيدة لهذا الصراع أو التنافس الآن أنه لا تأثير إقليمي ولا دولي إليه نتنى كثيرا لك على حضورك معنا مباشرة من بغداد الكاتب والبحث السياسي وحمزة مصطفى شكرا جزيلا لك